أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات البيزنس انسايتز في الحلقة دي هنتكلم على إعلانات فودفون وإعلانات كوكاكولا الشركتين دول ما بينهم كومون فاكتور أو قاسم مشترك في الرسالة التسويقية بتاعته وهي كوميونيتي فاميلي المجتمع والأسرة تلاقي دايما أن إعلانات فودفون شغالة على وطر الأسرة فاميلي الوصول للأسرة فاميلي هتلاقي أن كوكاكولا دايما شغالة على وطر الكميونيتي الأصحاب الأسرة الأوقات السعيدة وهكذا الحقيقة الحاكتين دول أثروا بشكل كبير جدا على رد فعل السوء وزيادة معدلات الولاء سواء للعلامة فودفون أو للعلامة كوكاكولا هنا في درس عندنا جميل جدا أن أنت كل ما بتخاطب الكميونيتي بسيلنج بوينت بتهمه الكميونيتي يبدأ تنكيوبيت الفكرة بتاعتك أو يحتضنها ويبدأ أنه يدافع عنها يدافع عنها بالشرع يدافع عنها بالولاء يدافع عنها أنه يفضلها عن أي علامة تجارية تاني خد بالك وإنت بتطلع العلامة التجارية بتاعتك إيو أتطلعها علشان عايز تبيع الميزة اللي فيها ولكن اشتغل دايما بالفاليو بالقيمة اللي المستقبل الريسيبيانت الكاستمر الزبون هيبدأ يشتري الكلام ده ويبدأ يحبه يستمتع به يضيف لحياته يحل له مشكلته وبالتالي يبقى زبون عندك يومكم سعيد دكتور أحمد صبر